قبل عودة المعلمين والطلبة في شهر سبتمبر المقبل ستكون المدارس جاهزة لعودة الحياة مرة ثانية في مبانيها وأروقتها وساحاتها بعد الانتهاء من أعمال السيانة بها شرعت وزارة التربية والتعليم في تجهيز المباني المدرسية وصيانتها وتوفير ما تحتاجه الصفوف الدراسية والمختبرات والمرافق بالتعاون مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وذلك لضمان جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي المقبل وتأتي هذه الصيانة تنفيذا لما ورد في برنامج عمل الحكومة الذي أكد على ضرورة تأهيل المرافق المدرسية القائمة وصيانتها بما يضمن استدامة تقديم الخدمات التعليمية بالجودة المطلوبة فخلال العطلة الصيفية يجري العمل على قدم وساق في 25 مدرسة من مختلف محافظات المملكة لإنجاز الصيانة الشاملة بها أبرز هذه البرامج هي الصيانة الدورية والتي يتم تنفيذها في 25 مدرسة وهي هذه أحد المدارسة المدرجة ضمن هذا البرنامج طبعا هذا البرنامج يتم بالتعاون مع زملاء في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ويهدف هذا البرنامج إلى إجراء معالجة شاملة للمباني ومرافق المدرسة المختلفة متضمنة أعمال الصباغة الداخلية والخارجية واستبدال التالف من الأرضيات والأبواب والنوافذ والأدوات الصحية وصيانة تمديدات المياه والنظم الكهربائية في المدارس أما الصيانة الوقائية فإن وزارة التربية والتعليم تجريها في 192 مدرسة خلال شهري يوليو وأغسطس حيث تشمل هذه الصيانة تنفيذ كافة الأعمال الكهربائية والمدنية والتركيبات والتمديدات الصحية طبعا هذا البرنامج يتم في جميع المدارس ويهدف إلى التأكد من اشتغال مرافق المدرسة بشكل طبيعي وآمن ويضمن البرنامج فحص شامل للنظام الكهربائي وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من اشتغاله بطريقة سليمة وفحص الشبكات المياه في المدارس وتفحص جميع المصاعد الكهربائية وأجهزة انذار الحريق طبعا حتى آلات التصوير ونظم الاتصالات يتم فحصها والتأكد من أنها تشتغل بطريقة سليمة ولكن طبعا الأبرز أعمال الصيانة الوقائية اللي نقوم بها خلال فترة الصيف هي الصيانة الوقائية المطلوبة للمكيفات الهواء طبعا نحن عندنا أعداد كبيرة جدا من المكيفات الهواء المجزئة والنافذة والمركزية ويتم خلال فترة الصيف عملية صيانة كاملة لكل مكيف موجود عندنا عشان نتأكد أنه لما يبدأ العام الدراسي جميع المكيفات تشتغل بطريقة سليمة وطبعا المهم جدا أن نصين مبردات الشرب ويتم تعقيمها وتعقيم خزانات المياه فمع بداية العام الدراسي بإذن الله تعالى ستكون كل هذه شغارا وتشمل هذه الصيانة أيضا تهيئة المباني المدرسية لاستيعاب الطلبة من ذوي الإعاقة وذلك تنفيذا لما نص عليه برنامج عمل الحكومة من ضرورة تأهيل البنى التحتية المدرسية اللازمة وتوفير الخدمات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة يذكر أن فريقا مختصا من وزارة التربية والتعليم يقوم بزيارة جميع المدارس للاطمئنان على سير أعمال الصيانة الشاملة والوقائية ومد اتساقها مع البرنامج الزمني المقرر لها وللتأكد من موافقتها للمعايير والمواصفات المتفق عليها والحرص على انتهاء جميع هذه الأعمال في نهاية شهر أغسطس حتى تكون جميع المدارس جاهزة لاستقبال المعلمين والطلبة مع انطلاق العام الدراسي